عايزة ادخل بقى مع حضراتكم في تفاصيل الريمونتادة التاريخية اللي تبعناها امبارح تبعناها من رجال فريق كرة القدم بالنادي الاهلي الحقيقة كلنا بنشوفها ريمونتادة حصلت امبارح اذا كانت حصلت في الملعب فهي حصلت على لجنة التحكيم على لجنة الحكام وبعدين انا لما اجي اتكلم على لجنة الحكام وحضراتكم هتوقفوني زي ما وقفتوا سكابت سيد عبد الحفيز مش هتعرف لان انا عمري ما حقلط وكابت ساعد الحفيز ما غلطش ولكن واضح جدا في المباراتين اللي فاتوا ان هناك مخطط او مؤامرة ضد النادي الاهلي عشان يتم تعطيل مسيرة النادي الاهلي هتقول لي عم اسلام اه انتوا عشان بتتكلموا في قناة الاهلي والكلام ده كله لا خلص لكن اهوانا ايه اللي بيخليني اصل لهذه الدرجة ان انا اقول كل هذا الكلام اللي انا بقوله وان هناك مخطط بيتم تنفيذه من اعتقد لجنة الحكام تخيل حضراتكم ان كل فرق الدولي العام المصري او 16 فرق من 18 كلهم اشتاكوا لجنة الحكام واكتر الاخطاء دي ضد النادي الاهلي مش بشهادة انا بس ولا شهادة الاهلوية بس ولكن بشهادة كل من له علاقة بالتحكيم خبرة مش خبرة موجودين مش موجودين بيتفرجوا ما بيتفرجوش اشتركوا في القناة